ميدان جديد للمعارك جنوبية أوكرانيا يشتد فيه القتال فبعد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أهداف موسكو لا تقتصر على جمهوريتي دونيتسك وليوغانسك إنما أيضا على منطقتين زابوريجيا وخرسون اتجهت المدفعية الأوكرانية صوب المنطقة الأخيرة وركزت هجومها هناك وفق المخابرات العسكرية البريطانية بمساندة من الأمريكيين وباستخدام منظومته مارس الصاروخية نفذت القوات الأوكرانية هجمات عدة على سد محطة الطاقة الكهرمائية في نوفايا كاخوفكا وجسر أنتونوفيسكي بالقرب من خرسون ما عرض الجسر لأضرار جسيمة وأدى لحظر حركة الشاحنات عليه وتوجيهها إلى نوفايا كاخوفكا كما كثف الجيش الأوكراني نيران المدفعية على طول نهر إنجوليتس أحد روافد نهر دينيبرو في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس أمريكية رغم النفي الأمريكي بهذا الخصوص تأتي التطورات بينما أعلنت واشنطن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تتضمن أسلحة ومعدات والمزيد من أنظمة صواريخ هيمارس المتطورة مع توقعات بأن توجه الشحنة مباشرة إلى الميدان القتالي الجديد خرسون التي ستشكل نقطة فارقة في سير المعارك فسيطرة الروس على المدينة تعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين واتجاه الآلة العسكرية الروسية غربا وشمالا لمواجهة القوات الأوكرانية من الاتجاه الثاني كما أن خرسون تعتبر ميناء مهما على البحر الأسود وتتاخم شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها موسكو عام 2014 ترجمة نانسي قنقر